وجه محافظ شبوى شيخ عوض بن الوزير باستئناف عملية التدوير الوظيفي لمديري الموارد البشرية والمالية بوحدات الخدمة العامة بدءا بمكتب الصحة والسكان بالمحافظة ومستشفى عتق العام للأمومة والطفولة جاء ذلك خلال ترأسه اللقاء المشترك لقيادات مكتب الخدمة المدنية والمالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والصحة والسكان والشؤون القانون ومستشفى عتق العام للأمومة والطفولة حيث كلف المحافظة الجهات المعلية بشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللاسمة لاستكمال عملية التدوير لافتا بأهميتها في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة العاملين وتجديد طاقات إنتاج العمل الإداري والمهلية في كافة المرافق